السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ مباسم لو أول مرة تشوفونه وتحبوا تشتركوا في القناة أهلا وسهلا بيكم إن شاء الله النهاردة هنعمل العدس الأبوزي هو أكلة شتوية من الأكلات اللي بتساعدنا على التدفئة في فصل الشتاء طعم حلو قوي ومختلف عن الطريقة التقليدية اللي دايما بنعملها يلا بينا نسامي ونشوف المكونات بسم الله معي كوبايتين من العدس الأصفر متنقي ومخصول ومتصفي حباية واحدة من البطاطس مقطعها كتا وكرافس حباية واحدة من الجزر مقطعها كتا معانة من التوابل ملح وفلفل حسب الرغبة ومعلقة صغيرة من الشطة والكمون والكزبرة معي مكعبين من المرأة ومعلقة كبيرة من الطوم المفروم حباية واحدة من الطماطم مقاشرها حباية واحدة من البصل مقطعها كتا دلوقتي ان شاء الله هنعمل العدس الأصفر بسم الله على نار متوسطة في حل نظيفها هنحط نصها مية ونضيف عليها العدس وبعدين نضيف البصل والجزر يعني كل المكونات والبطاطس والطماطم والكرافز والطوم المفروم المرأة كل التوابل هنقلبهم كده مع بعض وعشان يطلع معينا العدس اللون وحلو زي الكهرمان هنحط ثلاث معلق كبيرة من الصلصة وعشان العدس بيحب السمنة كتير هنحط معلقة كبيرة من السمنة ونقلب المكونات مع بعض ونغطي الحل نص طغطية زي ما احنا شايفين ونهدي النار ونسيبها بقى تغلي براحتها بعد تقريبا ربع ساعة اختبري كده الخضار بالشوكة لو دخل كده بسهولة يبقى كده تمام بعد كده هنضربه بالهند بلندر أو في الخلاط وحيبقى معنا بالشكل ده يبقى كده خلصنا العدس دلوقتي هنشوف مكونات الفراخ معايا سدر كامل كبير من الفراخ مقطعه قطع زي ما احنا شايفين ونقعه في محلول النقع لمدة ساعة معايا كمان صلصة حبيه واحدة من البصل مقطعه قطع صغيرة بهرات فراخ وملح وفلفل معلقة كبيرة من التوم المفروم وزمنة دلوقتي ان شاء الله هنعمل الفراخ على نار متوسطة هنحط طاصة لما تسخن معانا هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة بعد كده نضيف عليها البصل ونقلب فيها حاجة بسيطة مش عايزين نحمرها ونحط راشة صغيرة كده من الملح والطوم هنقلبهم مع بعض وبعدين نضيف الفراخ هنقلبهم مع بعض ونخليها تاخد لون بعد كده هنضيف التوابل والفلفل ونقلب نستنى كده لما المية تنشف وبعدين نضيف معلقتين كبار من السلسة وكباية من المية هنقلبها كده مع بعض ونسيبها لما تغلي يبقى كده خلصنا الفراخ وهنحتاج لوش السينية كباية من الكريمة اللباني هنحط عليها معلقتين كبار من العدس هنقلبهم مع بعض هنحضر السينية اول قالب ونبتد بقى يعني نطبق اللي عملناه اول طبقة هتكون معنا الفراخ هنفردها كده ونسويها تاني طبقة هتكون العدس ويكون العدس لازم يكون تقيل واخر طبقة معنا من فوق هنحط الكريمة وحندخلها على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني هتاخد بالزبطة 40 دقيقة وحتاخد معنا اللون الحلو كده يبقى خلصنا الوصفة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وانتظروني في فيديو جديد وانتظروني في فيديو جديد اشتركوا في القناة